أثار أسطورة كرة القدم العالمية بيلي موجة من ردود الفعل الحزينة حول العالم وذلك بعد رحيله عن عمر ناهز 82 عاماً بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان شهدت الأشهر الأخيرة زيادة معاناة بيلي والفائز بكأس العالم لكرة القدم لثلاث مرات حيث تم احتجازه في إحدى المستشفيات الخاصة في مدينة سوبولو البرازيلية بسبب تدهور حالته الصحية بعد مسيرة رياضية لا تضاهى أسدل السطار على حياة أسطورة كرة القدم العالمية البرازيلي بيلي النجم الذي صنع لنفسه اسماً أصبح مثالاً ونموذجاً غير قابل للتكرار في رياضة كرة القدم ويعتبر بالنسبة إلى كثيرين أفضل لاعب على مر التاريخ ولد بيلي واسمه الحقيقي إدوسون أرنارتس دونسيمانتو في عام 1940 في بلدة تريسك واركوس بجنوب شرق البرازيل ونشأ وسط أسرة فقيرة يعمل جميع أفرادها بداية من جده وجدته الذين امتلك الأحصنة التي تجور العربات وعمل في توصيل الأحطاب حتى جاء الدور على بيلي فعمل في سن الطفولة كماسح للأحذية أمام الاستادات في أيام المباريات من أجل مساعدة أسرته أحب والد بيلي كرة القدم وكان لعبا في أندية محلية قبل أن تنتهي مسيرته بسبب الإصابة وامتدادا لذلك بزغت في الطفل الصغير بيلي علامات الموهبة الفريدة فانضم إلى نادي سانتوس في عمر الخامسة عشر عاما ومن هنا بدأت مسيرة احترافية امتدت من عام 1956 حتى عام 1977 ولعب خلالها لناديي سانتوس البرازيلي ونيورك قوزموس الأمريكي أما عن مسيرته الدولية مع المنتخب البرازيلي فحدث ولا حرج إذ كانت استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى وامتدت بين عامي 1957 و 1971 وخلال تلك الفترة الذهبية قدم بيلي نفسه إلى العالم لأول مرة في كأس العالم في السويد عام 1958 وكتب التاريخ من أول مشاركة في البطولة فكان أصغر لاعب يشارك ويسجل في المونديال ودخل التاريخ من أوسع أبوابه عندما كان أصغر لاعب يشارك في النهائي بعمر 17 عاما و249 يوما بليل لم يكتفي بذلك حيث سجل هدفين في النهائي أمام السويد ليقود البرازيل للفوز باللقب ويصبح أصغر من رفح كأس العالم كخير تعويض لأبيه تحديدا ولشعب بلاده عن خسارة لقب عام 1950 أمام أورجوي على ملعب ماركانا الشهير في البرازيل ولأن أحلام الفتح الصغير لا تنتهي أبى إلا أن يسطر اسمه بحروف من ذهب في سماء كرة القدم فأحرز لقب كأس العالم للمرة الثانية في تشيلي عام 1962 بعد تقلقه اللافت كعدته مع البرازيل رغم تعرضه للإصابة وعدم إكماله البطولة كما حقق لقبه الثالث مع منتخب السامبا في المكسيك عام 1970 ليصبح أكثر اللاعب يتوج بكأس العالم قرر بليه احتزال كرة القدم في عام 1977 حيث أنهى مشواره القروي بعمر 37 عاما مع ناديه نيويورك كوزموس الأمريكي وفي عام 2019 تم الإعلان عن إصابة الأسطورة البرازيلية بالسرطان قبل أن يخسر مباراته الأخيرة ضد المرض في 29 ديسمبر عام 2022 مودعا العالم عن عمر 82 عاما